الاتحاد الكورة زي كانت بينظر في القصة دي بنقول ان مع حق والحق حق ان يتبعه ماشي لكن مش مع حق في القصة بتاعت المصر والاسماعيلي ليه قول لانه اتحاد الكورة يعني قرر الغاء المباراة واعتبار الاسماعيلي فائزا سيبك اوما انه الزمالك بقى استضع على طول في الاعلام بتاعه انه وقال لك بصه واش معنى ولغوا القرار مهوماتش الاهلي والزمالك نفس الفكرة وملغوش القرار يعني طبعا ماتش الاهلي والزمالك قصة الاوتوبيس ولعل نزل تتعمل بيبيه في البنزيمة وكلام اللي انتو فاكرين اللي احنا اللي تقال ده وقتها طبعا ده كان فيلم هندي يعني يعني وكأنه ده حصل بجد يعني 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 كأن الزمالك فعلا كان عنده مشكلة في المطر يعني كأننا هم كناش احنا عايشين موجودين وامتبعين الموضوع وبنهرج يعني كل واحد فينا كان قاعد في البيت مستخب من المطر ومسك الفشار وقعد يهرج ويدحك ويتابع موضوع الزمالك وبيهرج وعارف انه فيلم ومسرحية يعني صحة ولا غلط فما هنقرنش دي بديه يعني يعني اسمع ونفض انما انا بتكلم على الاتحاد الكورة اللي قرر الالغاء وده قرار مش ساهل يعني لما الاتحاد الكورة يقرر الغاء مباراة والنقاط تروح لنادي تاني ويصر النادي التاني يروح ويعمل معسكر وبعدين بعد كده يقولك لما يرجع في قرار يقولك حسنا هتحمل الفلوس بتاعت المعسكر يعني اتحمل الفلوس المعسكر يعني الفلوس بتترمى كده اصله طلعت الشركة اللي بتعمل المساحات معرفش كانت مقدمة تقارير غلط وقالت اصلهم تسعة واحنا قلنا لو عشرة ما يتلعبش الماتش وطلعوا تسعة فعشان كده قلنا فيتلعب الماتش وبعدين المصري اثبت ان هم مش تسعة اتناشر ولا احداشر ولا حاجة كده فاحنا حنحاسب نشوف الشركة اللي عملت كده وحنحاسب في القصة دي فحاجة اسمها كده يعني دي اسمها فوضى ادارية هذه فوضى ادارية انت بتاخد قرار حاسم انت بتاخد هنا قرارات حاسمة يعني كان ممكن قبل ما تاخد القرار وتعلن المصري وانساحي كان عندك 24 ساعة او 48 ساعة والمصري عمال يولول انه مش عارف هل عمل ماتش كان ممكن تاخد تعمل تسأل الشركة اللي المساحات بتاعتك واللي انت عملته بقى مبارح واول مبارح وجبت الناس وقعدت وفهمت الحقيقة كاملة كان ممكن تعمله قبل القرار قرار جلل زي ده عشان تاخده لازم تكون متأكد مليار في المية مش 60 في المية مليار في المية منه عشان تاخده صحة ولا الغلط لكن ان انت كده من نفسك تاخد يعني تقول يلا انسحاب واعمل فاس 7 رجالة وبعد كده ارجع ده تاني رجوع يا جماعة يعني ده كلام اشتركوا في القناة